السلام عليكم في هذا الفيديو نرى بعض اضطرابات الجهاز المناعي كالك ديسفونكسيونمان و البروبلم دي سيستام ايمونيتر هنا نرى اول حاجة هناك الزاليرجي عند بعض الاشخاص الجهاز المناعي يستجيبوا لبعض المواد بشكل مفرط و بشكل غير طبيعي عند بعض الاشخاص فقط هذه الاشخاص نقول بأنهم اشخاص لهم مشكل في الجهاز المناعي une allergie est due à un dysfonctionnement du système immunitaire c'est une réaction immunitaire spesifique exagerée vis-à-vis d'agents non pathogen d allergen الاستجابات المناعية كنا نعرفوها الاستجابة المناعية الخلوية الخلطية الاستجابة المناعية الطبيعية تكون ضد جارتيب ضد عناصر ممرضة عناصر يمكن أن تسبب مشاكل في الجسم لكن عند بعض الاشخاص فجهازهم المناعي يستجيبوا بشكل مفرط لعناصر غير ممرضة اصلا بحال مواد عادية بحال مواد غدائية بحال مواد كيميائية من هاد الاستجابة المناعية هي استجابة مناعية مفرطة donc c'est une réaction spesifique exagerée vis-à-vis d'agents non pathogen توجد بعض العناصر غير الممرضة اللي اسمهم لازالرجين او مواد مؤرجة او مؤرجات انالرجين سيكوا c'est un élément اتخونجي à l'organisme qui déclenche une réaction allergique هو عنصر غريب عن الجسم يسبب استجابة اراجية يعني قلنا الاستجابة الاراجية هي استجابة مناعية لكن مفرطة وموجهة ضد عنصر غير ممرض يعني عند الاشخاص العاديين هاد العناصر بحال مثل غبار ولا حبوب اللقاح ولا زغب القطط لا تمثلوا اي مشكل بالنسبة للاشخاص العاديين وكن الاشخاص اللي عندهم حساسية ضد هاد المواد اسمهم الاشخاص اراجيين تحدث عندهم استجابة مناعية مفرطة اسمناها الاريaction allergique بعض المؤرجات المعروفة بحال أغضية دي سبستان شيميك دي ميدكامون دي بوسيار دي گران دو بولان حبوب اللقاح اللي كان لقواه في الأزهار دي بوال دانيمو بحال زغب القطط ديال الكلاب ريج الطيور اي مادة ممكن تكون كتسبب استجابة مناعية مفرطة عن شخص معين السمطوم دو الاريخي اعراض الاراجية ما هي علامات وجود الارجية بحال لازم الربو بحال إكزيما بحال الزوديم بحال الزوديم بحال نتفاخات في الجلد تعفونات في الجلد انflammation des voies respiratoires او لالتهابات على مستوى المسالك تنفسيا سعال نتفاخ في الجلد حمارة في العينين اكترا إذن سيالان الانف سوصت تس دي سمطوم دي لالرجي بحال الارجين نستعمل الاختبار الجلدي يتجلى في حقن كميات قليلة ضائلة من هذه المؤرجات هذه المواد تحت الجلد الشخص الذي يعاني من الأراجية من أجل تحديد المادة المسببة للأراجية هنا تشوف في هذا الشيما طبيب يضع بعض الحقن يعني لمؤرجات معروفة تحت الجل ويلاحظ النتيجة في المكان الذي يحدث فيه انتفاخ وحمرار ورد فعل ويسمحوا بتحديد المؤرجات المسببة للأراجية عند هذه الشخص دابرة تشوفوا لميكانيزم de la réaction allergique ما هي اليت؟ ماذا يحدث خلال الاستجابة للأراجية عند الشخص للأراجية دابرة تشوفوا دينميزوا دو CONTACTS للميزوا دوزيام CONTACTS مع المادة نفترض بأن هذا الشخص عنده حساسية ضد حبوب اللقاح اللي هي حبوب مجهرية نجهدها في الأزهار يعني في نهاية الفصل الرابع تكون هذه الحبوب متطيرة في الهواء يحملها تحملها الرياح وبالتالي عندما تتصرب إلى أنف هذا الشخص يجب أن يتعرف على هذه الأمورة من طرف للمفاويات B للمفوسيت B سبسيفيك للمفوسيت B سبسيفيك يجب أن يتعرفون حساسية ضد حساسية كما أنفها منطقة مناعية خيرتية لتصالح هذا الشخص هذا الشخص هو الأمور من صنف 우리는 اسمهم IGE إمتغلقلين دو تيب أ يعني هاد الاستجابة هي استجابة مناعية عادية طبيعية تجاه عنصر غريب عن الجسم اللي هو بغاندوبولا خلال هاد الاتصال الأول يتم إفراز أو إنتاج مضادات هاد الأجسام مضادات أجسام من نوع إي جي أ يعني في هاد المرحلة الأولى في الاتصال الأول لهاد الشخص بهاد المؤرج بالنسبة له هاد الحبوب اللقاح يسبولو الأرجية يعني هاد مضادات الأجسام تمر في الدم وتلتصق على غيشاء خلايا اللي كنسميها دي مستوسيت يعني دي مستوسيت ماذا يحدث هاد الاتصال الأول فلي مستوسيت فكس sur leur ممبران سيتو بلازميك لزانتكور إي جي أ هاد لي مستوسيت فيها داخل ديالة كي ينين دي مزيكول دي مستوسيت دي مستوسيت مملاوعة بمادة كيمياية لإسمية لإستوسيت ومواد أخرى خلال الأسال تاني بي نفس المؤرج حبوب اللقاح ما دي حدث مضادات الأجسام الموجودة على سطحة دي الخلايا دي مستوسيت دي مستوسيت دي مستوسيت دي مستوسيت دي مستوسيت استيقافة. المستيقافة مستيقافة ورسائي. وفي municipality وفرس وليستكافة المستيقافة المستيقافة. المستيقافة والمستيقافة اشتركوا في القناة أو التقلص في القصابات الهوائية مما يؤدي إلى عسر في التنفس ثم مثلا لازم أو الربو أو للغيم يعني أعراض تشبه الزكام الإكزيمة يعني ظهور تعفونة جلدية أو طفحات وانتفاخات في الجلد إلى آخره لأن هذا الاستجاب فقط كان قوي عن شخص له حساسية نسميه لنهاكه لنهاكه وسoute توجده لم إلى أقل مبارس مننتيج они هم أو لتلك هذه الأفضل هي الأفضل lahيلي الأفضل تم Cumكيوه للإ pulشنات يقاأتكم ؟ أنا أقل سيبدأ centerogen التابع التابعة النحر التابعة 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 deuxième phase phase de la réponse allergique مرحلة استيجابة الارجية هناك بدون العراد مرحلة اللولة بدون العراد مرحلة تانية وجود العراد deuxième contact les anticorps fixés sur les mastocytes fixés dans l'allergène et commencent à sécriter les histamines et les autres substances qui vont provoquer les symptômes de l'allergie بحالة ملودم etc لذا بالنسبة ل les alirges هذا الفيديو سألت